عبر تجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب عن استنكاره للمحاولة الإرهابية الآثمة التي شهدت محافظة عدن بمحاولة اغتيال القيادي الإصلاحي وأحد رموز محافظة عدن الأستاذ الدكتور محمد عبدالله عقلان نائب رئيس جامعة عدن وأدان إصلاح إب هذه الجريمة الإرهابية وكل العمليات الإجرامية التي استادفت رموز وقيادات الإصلاح وكل شرفاء الوطن مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الإصلاح وقياداته وكل أعضائه ومناصريه عن القيام بواجبهم وأدوارهم الوطنية وموقفهم المبدئي المنحاز لخيارات الشعب اليمني